فيلم ميجن دوت يا جماعة لو حد قالك ان انا حقدم لك فيلم رعب في شهر يناير تتوقع ايه؟ هقدم لك فيلم رعب عن عروسة بتتحول لشريرة وبترتكب جرائم ضد الناس وحترحوا في شهر يناير انا اول فكرة جاد في دماغي انه ده حاجة كده بدل مايرموها في صفحة الزبالة قالك نرميها في يناير وخلاص هو الفيلم البساطة بيحكي عن بنت صغيرة اسمها كيدي البنت دا بتفقد ابوها وامها في حادثة خالتها بتتولى رعايتها وخالتها بتشتغل في شركة كبيرة جدا بتصنع الالعاب بالمفهوم بتاع العصر اللي احنا فيه دلوقتي يعني الالعاب فيها integration مع ال digital devices والامور دي وبتحاول انها تدي experiences وفيه منافسة كبيرة قوي في السوق بينما هي في الاساس علمت robotics محترمة شويتين وعملت مشروعات كويسة وبتطمح انها تعمل المشروع الانجح على الاطلاق وهي انها تقدم مش مجرد لعبة ولكن رفيق في شكل عروسة حد ممكن يقتنيها ومن خلال ال ai وال machine learning على مر الاوقات تتفهم اكتر شخصية الصديقة بتاعتها او الصحبة بتاعتها فتبقى بترضيها وبتقدم لها اللي هي محتاجة وتتكلم معاها وتقانسها والامور دي كلها ولكن علشان احنا بنتكلم على فيلم احد تصنيفاته ان هو فيلم رعب العروسة دي البروتوكول بتاعها بيبتدي اتطور وبيبتدي يفسر بعض التصرفات اللي بتحصل تجاه كيدي زي ما تكون تصرفات عدائية وان هي شخصيا مطلوب منها انها تحمي البنتة الموضوع بياخد منعطف عنيف شويتين والاحداث بتنطلق من هذه النقطة انا اتفاجئت طبعا قبل ما اتفرج على الفيلم ان تقييماته حلوة جدا ولكن وانا بحاول اقرأ الفاين برينت بتاعت التقييمات ده تسمعت كلام ما عجبنيش قالك ان الفيلم انا بولوجاتيك يعني هو فيلم تافه وهبل وبتاعه معرفش مين بس ضحكنا الناس كتير قالت لك انا بولوجاتيك ان دين ترنز هوريفاين فقلت يمكن الناس عجبها اسلوب الاخراض بتاع الجوانب اللي ليها دعوة بالرعب والكلام ده كله بس يظل في الاول فكرة فيها قدر معقول او كبير جدا من السخافة لدرجة ان احنا بقينا بنتفرج على حاجة تصلح لان يتضحك عليها اكتر من حاجة الواحد ممكن يتفرج عليها وبعدين لما دخلت الفيلم لقيت نفسي متفق جدا مع التقييمات داية ومش متفق تماما مع الفاين برينت اللي احنا بنتكلم عليه لقيت ان الفيلم الحقيقة واقف على حيله في حاجات كتيرة جدا كتير من التقييمات اللي انا قريتها كانت بتحاول تجنبه ان هو يتكلم فيها اول حاجة اثرت اعجابي في الفيلم هو ان عادة في الافلام الممثلة لما بيكون عندنا شخصية تتعرض لمحنة زي اللي كيدي تعرضت لها بانها فقدت ابوها وامها دي مجرد بتبقى ما تخلي تقديم ليه العروسة دي او ليه ميجان داية تواجدت في الحقيقة على الاطلاق ولكن اللي بيحصل من هنا ورايح بيكون ميال او مخلص اكتر للابعاد بتاعت الرعب او الاثارة او العنف او اي حاجة انت عاوز تقدمها اللي اثار اعجابي جدا في الفيلم دا ان المحنة اللي بتمر بيها كيدي ما نزلتش على مستوى الاولوية في الاحداث من المركز الاول في اي مرحلة ما مراحل الفيلم يعني من الاول للاخر الارك الاهم عندنا هو الارك بتاع كيدي كيدي تعرضت لمحنة كيدي دلوقتي عايشها مع خالتها خالتها ما تعرفش يعني ايه ترعي بنت صغيرة وعندها مشغوليات وعندها امور زي دي اللي دعا ان ميجان تتواجب على مصرح الاحداث بتاعتنا ولكن الحالة بتاعت كيدي تعلقها بميجان اسباب تعلقها بميجان اسباب عدم قدرتها على التخلي عن ميجان بل والدفاع عنها في اوقات كتير جدا والتغير العمال يطرق في طبعتها تدريجي مبني كويس جدا حقيقي يتحط في فيلم جاد وانا مش عايز اوصل لدرجة ان انا اقول ان ميجان فيلم جاد ولكن دا يتحط فيلم جاد ويفضل قايم على حيله من البداية للنهاية بدون اي مشاكل وبعدين عندنا التعليق بتاع العالم اللي احنا عايشين فيه النهاردة العالم اللي احنا عايشين فيه النهاردة فيه اولاد حقيقي بيتعلقوا بالجادجتز وبالموبايلات وبالايبادز وبالجيمز اكتر من اللازم تأثير دوت على شخصيتهم عامل ازاي انصراف الكبار من حواليهم والتجرب الحقيقية بتاعت الحياة عنهم وصلهم لانهم لما يلاقوا رفيق بالصفات بتاعت ميجان درجة التعلق بتاعتهم بيها يتبقى عاملة ازاي وبعدين نيجي نبص على الدنيا من منظور ميجان شخصيا ونشوف هل ليها حق فعلا انها لما تشوف الاخطار والتهديدات اللي بيتعرض لها طفل صغير انها تجد ان السبيل الاوحد او السبيل الاوضح للدفاع عنه ممكن يكون العنف وممكن يكون الدموية هل ده كلام مبرر وممكن تتخيل انه لو تحط في اطار اي 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 او ماشين ليرنينج او كود او برو جرامنج او بروتوكول او حاجة بالطريقة دي ممكن في النهاية يوصل للنتيجة دي ولا لا وعلى فكرة احنا بنتكلم على حاجة ممكن تكون يعني ممكن نحطها في نفس الجملة مع المواضيع بتاع الترمينيتر والحاجات دي حتى ولو على سبيل الدحك ولكن لما نيجي نفكر فيه شوية هو مش بعيد اوي هو قريب جدا لان اصلا الفيلم استعان بلقطات كتير جدا في النقطة بتاعت الروبوتكس والامور اللي زي دي الحقيقة من اجود ما يمكن مش صعب ابدا انك تتخيلها لانها قريبة لانها حقيقية في لقطات كتير عارفين اللي بيعملوه دلوقتي من التمرين بتاعت الروبوتس اللي بتمشي على اربع رجلين وييجي واحد يرفصها فتروح متدركة نفسها وتفضل واقفة والكلام ده تلاقي نفسك على بعض خطوة او خطوتين من السيناريو المجنون الاحداث بتطرحوا من الاساس دي حكون لها حاجات جديرة جدا بالاحترام على مستوى الفكرة بتاعت الفيلم الفيلم على مستوى الاقاع جيد جدا مش قادر اقول عليه فيلم رعب على فكرة واتوقع ان ده مقصود المخرج الفيلم كان عنده فرص كتير ان هو يعمل حقيقي توتر المشاهد او ممكن تفهم منها انه مقصود منها انها توتر المشاهد لكن هو ما عملش كده هو تعامل معها بحنية جدا بهدوء جدا مهد لها عارف انت الجامس كير دا تحس انك ماشي في مكانه وبعدين فجأة وقعت في حفرة وبعدين خرجت منها تاني لا المرة دي الحفرة دا هو عمل لها 3-4 سلالم وعمل لها 4-3 سلالم 3-4 سلالم من ناحية تانية عشان تطلع منها كمان فهو من الاول ومن بدري اوي من خلال الاحداث كلها بيؤكد انا على مستوى الدموية هقدم شوية بس مش عايزة دايقك وعلى مستوى الرعب هقدم شوية بس مش عايزة دايقك فلو في حد عزف عن ان هو يشوف فيلم ميجن علشان خايف من الرعب لا متخافش خالص والدموية لا 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 الفيلم مهود اوي 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 يعني فيه افكار ممكن تصدمك موجودة ولكن في حدود اللي بيتقدم على الشاشة فعلا مفيش حاجة صادمة مفيش حاجة تدايق بالقدر اللي انت ممكن تتخيله الاداء التمثيلي عموما فيه حدود القصة اللي بنتكلم عليها لان انا برضو مش عاوز اتدعي على الفيلم قدر من العمق هو شخصيا ممكن يحب يتجنبه بس هو يعني دخل معك في حوار ممكن يزرجم معك لغاية 4-5 دقايق كلام مثلا ابعد من كده لا حتفقده حيوقع منك ففي الحدود دي لا الاداء التمثيلي بتاع البنت اللي عملت الروبوت اللي عملت ميجان منتازة جدا أليسن ويليمز عملت اداء كويس جدا وعلى فكرة هي فيها صفة تهديدية كده وحقيقي وانت بتتفرج عليها دايما هتحس بيها والبنت اللي عملت دوركي دي كمان كويس وفي بعض الاداءات المساندة ممكن تكون مساهمتها على مستوى الكوميديا قوية جدا زي روني تشانج السي او بتاع الشركة جامد جدا ابن اللازين في جملة بعد ما اقتنع بالبيتش بتاع الجامة في الموضوع بتاع ميجان ديت قال لك عاوز حد يقعد معايا يقول لي شوية جمل علشان لما اقولها للبورد يحسوا ان انا عارف انا بتكلم عن ايه من الاخر هذا هو السي او المعاصر الصريح الواضح مع نفسه وبعدين لو اتحرقنا لقدام شوية وروحنا للفصول النهائية بتاعة الفيلم هنلاقي استغلال ذاكي جدا لكل الامور اللي اتقدمت في البداية يعني احنا فيه عارفين طبعا دي حاجة كنت اتناقشت فيها كتير قبل كده انك ما ينفعش تقدم نقطة فرعية وما ترجعش تستعين بها في النهاية او بمعنى اصح لو عملت كده بتحسب عليه بان انت اهملت شوية او امور زي دي الفيلم ده بيعملها وبيعملها بذكاء كبير جدا لدرجة ان فيه امور بتتقدم وبيكون لها غرض والغرض الثانوي بتاعها انت شخصيا بتنسى تماما لغاية لما يرجع يستعين بيه في النهاية ده كان في منتهى الذكاء ويوصلك شوية لبعض اللقطات الليك ممكن عاوز تبدي اعجابك باللي انت تفربت عليه الشاشة بشكل عالي شوية عاوز تطلع صوت من الاخر عايز توضح ان يا ابن اللعيبة جمدة جدا وبعدين مشهد النهاية اصلا في الفيلم خالص وعلى فكرة يعني احنا الارك بتاع القصة بتاعنا بشكل او باخر ممكن يكون متوقع ما فيهوش اي مفاجآت كبيرة الا على مستوى التفاصيل في كيفية طرح النقط بتاعة الحبكة ما هيحصل حاجة تمهد لجزء تاني زي كل افلام الرعب اللي ممكن نكون فكرنا فيه او اي فيلم في الدنيا بيطمح ان هو يشكل ولو حتى اي بي صغير كده علشان ناس تفضل مرتبطة بيهو اجزاء تانية انا بقول مشهد التمهيد للجزء التاني اللي في نهاية ميجان طب تن بالنسبالي على مستوى التاريخ مش هزار طبعا بتكلم في قطار الافلام الرعب اللي اتعمل منها اجزاء تانية بعد كده المشهد اللي بيمهد للجزء التاني من ازكى عشر مشاهد ممكن نكون شفتها في اي فيلم رعب في التاريخ مش سنة ولا سنتين ولا امور زي دي بس ارجع واقول لك الارك بتاع القصة انه توقع الى حد كبير فاصلني شوية الصغيرين والنقطة التانية بتاعت ان انا كنت عاوز وانت بتقدم رعب بتجمد قلبك اكتر من كده شوية يعني الحنية المفرطة في التعامل مع المشاهد في النقاط اللي هي دعوة بالرعب مش اكتر حاجة في الدنيا عاجبين انا دل اشد بكتير على مستوى الرعب شاكي اشد بكتير على مستوى العنف العبثي لا لا الفيلم ده ارأي بكتير من الكلام ده زي ما بقولك كده هو عاوز يجذبك كمشاهد انك تشغل مخك معه شوية تفكر معه شوية تلاقي حاجات والله ده انت يعني انا كنت مستهيفك بس انت مش هيف قوي للدرجات مش هيف قوي للدرجات وفي النهاية تقييم الفيلم هو 8 من 10